شكرا معالي الرئيس، بسم الله الرحمن الرحيم، جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، معالي السيد أنتونيو قوتيرس، أصحاب الفخامة والسمو والمعالي والسعادة، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني بدايةً أن أنقل إليكم تحيات وتقدير صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخريفة، ملك مملكة البحرين، وتمنيات جلالته بالنجاح والتوفيق لهذه المبادرة الإنسانية الخيرة ونعرب عن اعتزاز المملكة بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي ينعقد في مرحلة حرجة وظرف دقيق يستدعي رفح المعاناة عن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة والوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في كامل القطاع، مؤكدين ضرورة العمل الدولي الجماعي لمعالجة الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة أن مملكة البحرين بتوجيها جلالة الملك المعظم وحرص متابعة الحكومة الممقرة برئاس الصاحب السمو الملكي ولي العهد الرئيس مجلس الوزراء ملتزمة بدعم الجهود الإنسانية في غزة والدعوة إلى تنفيذ القرارات الدولية وتعزيز الدعم للمنظمات الإنسانية وتسهيل جهود الإغاثة المنسقة وفي هذا السياق قامت المملكة ممثلة بالمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وبالتعاون والتنسيق مع الأردن ومصر بتقديم مساعدات إنسانية وإيقاثية لتخفيف معاناة المتضررين من الصراع في غزة كما تؤكد مملكة البحرين على الأهمية الحيوية لتحقيق تقدم سياسي ودبلوماسي لإنهاء الأزمة المتفاقمة في غزة وتؤيد كافة الجهود الهادفة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وتعزيز السلام في المنطقة وتدعم المبادرة الأخيرة التي أعلنها فخامة الرئيس جو بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وفي هذا السياق ترحب مملكة البحرين بتبني مجلس الأمن الدولي يوم أمس للقرار رقم 2735 الذي تقدمت به الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق سراح الرهائن وتوفير الحماية للمدنيين وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين وتؤكد على همية قبول إسرائيل وحماس بتنفيذ بنود القرار ومساندة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لهذه الخطوة الإيجابية التي من شأنها أن تنهي معاناة المدنيين الأبرياء لقد تبنت القمة العربية التي عقدت في البحرين في 16 مايو الماضي المبادرات التي تقدمت بها المملكة ومنها الدعوة إلى عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة والآمنة وذات السيادة والقابلة للحياة وأعربت مملكة البحرين عن استعدادها لاستضافة هذا المؤتمر وأيد القادة العرب كذلك مبادرات أخرى لدعم جهود الاعتراف بدولة فلسطين وقبول عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة فضلاً عن توفير كدمات التعليم والرعاية الصحية الأساسية بالتنسيق مع المنظمات الدولية للمتضررين من الصراعات وخاصة الصراع الدائر في غزة وتناشد مملكة البحرين المجتمع الدولي الاستجابة لهذه الدعوات من أجل السلام ودعم هذه المبادرات الرامية إلى إيجاد حلاً سلمياً في غزة فلنعمل معاً بلا كلل من أجل تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة ودفع المفاوضات نحو السلام العادل والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة لقد اطلعنا على قائمة الاحتياجات للاستجابة الإنسانية الفورية لغزة وتدعم مملكة البحرين برامج المساعدات المقدمة لهذا المؤتمر وسوف تقوم المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بدراستها لتحديد مساهمة مملكة البحرين وموافاة الأمانة العامة للأمم المتحدة بذلك شكراً لكم على اهتمامكم وجهودكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة